اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نحضروا مبعثنا وصفة تونسية تقليدية بنينة برشا من الوصفات الزمنية العارقة اللي انطيبوها في تونس وصفتنا لليوم هي مدفونة تونسية الوصفة سهلة ما هيش صعيبة لكن عندها قوعد أساسية باش تنجحوا فيها حاولوا تبعوا الفيديو من الول حتى للاخر باش ما تضيعوا حتى نصيحة هذه الطريقة اللي تعلمتها على أمي إن شاء الله ربي بركلها ويتطول في عمرها باش نشاركها معاكم بكل تفاصيلها وباش نحاول نبسط الطريقة بقدرة ربي تنجحوا فيها من أول مرة ولو عمركم ما تيبتوا المدفونة جيكم ابنينة طيبة في حقها إن شاء الله هتجربوها وترحموا لي على والدي وباش تشوفوا معايا زيدة كيفش نحتفظوا بها مدة طويلة نعقموها في تباب سبلار ونخبيوها تقعد صالحة بالأشهر نخبيوها في البلكار متاع الكوجينا إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعديو باش نشوفوا المكونات وطريقة التحذير وتوا باش نبديو باسم الله الأساس اللول في الوصفة متاعنا هو السلق نستحقه كمية كبيرة هذيك هو الأساس متاع المدفونة هذي هو السلق كيفش يكون عندي لهناز وزرباتي كبار ماذا بيكم تكونوا الورقة كبيرة بالشكل هذه باش يطيح لكم كمية كبيرة وانتوما على حسب اللي متوفر عندكم المدفونة اللي باش نطيبها ما يوكل ثمانية أشخاص كبار وانتوما من بعد على حسب عدد العائلة اللي عندكم أنا خبيت منها راني فيت باب سبلار تونوريكم كيفش باش نعقمها تقعد صالحة بالأشهر وقت اللي تشتهي وتحبوا تاكلوا المدفونة تلقوها طايبة وتنجموا زيدة طايب وكمية قليلة إذا كان باش تجربوها أول مرة وإلا إذا كان عندكم عائلة صغيرة لهناز وحليتك الرباتي متاع السلق أول حاجة باش نعملوها باش نحيو العرق متاع الورقة باش تشوفوا كيفش الطريقة سهلة ما فيها شي حاجتنا كان باللوريق أكسيق هذهك الكل باش نحيوها ناخذوا الورقة متاع السلق يأما تنحيوها بيتيكم بالطريقة هذه وإلا تاخذوا مقص كما باش نعمل هنا تكون العملية أسهل ونقصوها بالشكل هذه نتخلصوا مك العرق هذيك لكل النحيوة العرق هذيك من بعض يقلقنا في القليين ويسيب المرارة في المدفونة نخليوا كنا الورقة العملية تطلب شوية وسعبين لكن سهلة ما فيها شي تول كلهم بالورقة بالورقة باش نحي منهم العرق الوسطاني ونرجعوا من بعض باش نكملوا بقية المرحل كمنا حضرنا الكمية متاع السلق هذي هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها حاجتنا كم بالوريق السيق ماناش باش نستعملوها تو باش نتعديوا للمرحلة الثانية باش نوريكم كيفاش باش نغسلوا السلق ناخذوا بانو وإلا سلق كبير خاص بالكوجينة نعبيوه بالماء ونبدأ ونغسلوا بشوية بالورقة بالورقة تخسلوه تحت الماء حاولوا تشلوهم ليح وباش نصفيه هذي الغسلة لولا نكملت ونغسلوا الكل بنفس الطريقة المرة لولا ونرجعوا باش نعاودوا نغسلوه للمرة الثانية كملت غسلتو للمرة الأولى شوفوا كمية التراب والحجر اللي تكون فيه أغسلوه بالقديب بالورقة بالورقة تو شللتك السل باش نعاودولو الغسلة الثانية في نفس الوقت باش نعاقموه باش نستعمل قطرات من خل التفاح نجمو تستعملو أي نوع متع خل متوفر عندكم وإلا تعاوضوا بقطرات من ماء الجفيل وإلا شوية من بيكربونات السوديوم باش نعاودوا نشلوه في كل خليط متع الماء والخل باش نغسلوه في نفس الوقت باش نعاقموه وباش نكملوه التشليل الثالثة بالماء ونحطوه يستقطر ويكون عنا حاضر خليتلكم المراحل الكل بالتفصيل باش تكون العملية واضحة على خطر فما نسعمرها مطيبة المدفونة كملنا توغسلنا السلق متاعنا مليح نخليه يستقطر شوية ونتعا داول المرحلة اللي من بعد من بعد ما خلينا السلق استقطر شوية من كمية الماء اخذيت المنادل حتيتهم على الطاولة وحتيت فوقهم الورقة متاع السلق وخليتهم في بلسم هوية تقريبا سويعة من زمان شيحوا شوية من بعد باش ناخذوا نشيحوهم بالورقة بالورقة بالطريقة اللي باش تشوفوها العملية هذية مهمة جدا ركزوا مليح في المقطع هذية السلق من بعد باش نقليه في الزيت ما يلزمش يكون فيه الماء العملية هذية ساعدتني فيها همي ان شاء الله ربي بيركلها او كشفتو كيفاش اخذتك الورقة متاع المطبخ ليس ويتو تحط فوقه لورقة متاع السلق وتاخذ قطعة اخرى من ورقة المطبخ تحطها فوقه وتنشفو بالورقة بالورقة لازم تنشفوه بالجداء ما كانش راهوا من بعد يحربلكم الدنيا يتشتش الزيت الكله عبارة صبيته الماء في الزيت وتنشفو حتى تتحرقوا الله لا يقدر خاصة للناس اللي بشي طيب المدفونة اول مرة اذا كانت تحرقتو وتولي وتكره المدفونة ومعش طيبوها جملة لازم تنشفو السلق بالجداء بالجداء بالنسبة لنا احنا الطريقة متاعنا السلق رانا لم فوروه لنصمتوه نغسلوه نشيحوه ومن بعد نقليوه في الزيت او كتشيح فيهم ممي بالورقة بالورقة ساهل الطريقة ما فيها شيء تطلب شوية وسعبال نجمو حتى تستعملو زيدا منديل اقطن اذا كان ما عندكمش الورقة متاع المطبخ المهم تنشفوهم ليحمل ماء وإلا بيتوه للا كاملة في بلصم هوية اخذيت لهنة التنجرة اللي بش نقليو فيها السلق بش نصبو فيها كمية من زيت النباتي وبش نحطوها تسخن على النار نسخنو الزيت مليح من بعد بش نحطو نار متوسطة تاوه بش نبدو نقليو ناخذو كمية مك السلق اللي نشفناه نعاود ونأكد عليكم السلق لازم يكون شيء يحمي بالميان تاوه ركزو في عملية القليان كيفاش بش تكون ناخذ الاخطعم تاع الطنجرة اللي بش نقلي فيها نشدو بيدي بالطريقة ذي ويدي لخرى فيها كمية السلق نحط السلق ونغتي على خاطر دوبة ما نحطو السلق في الزيت يتشتش الزيت الكل بش ما تتحرقوش وما تمسخوش الغاز تغطيو التنجرة مباشرة تاوه من بعد نسمعكم الحس متعلل قليان كيفاش يكون شوفو كيفاش ايدي دي ما شده الاخطعم نغتي بيها ودوب الليش نحرك السلق ولو نشفوه السلق بطبيعتو فيه كمية متعمية كيف نحطوه في الزيت يتشتش برشة او كنحركو تحت الاخطعم كي تسمعو الحس متاع الزيت انقص وقتها تنحيو الاخطعم وتكملو تحركوه على نار متوسطة هذه من اهم المراحل في تحذير المدفونة هو قليان السلق لازم تقليوه بالجداء من غير ما تحرقوه يقعد فيها كلون لخضر المزيين في نفس الوقت يتقليه بالجداء ما يلزمش يقعد نايه نحركوه ديمة على نار متوسطة وبش تعرفوا اللي سلق تقليه بالجداء معاش تسمعو الحس متاع الزيت تتنحى منو كمية الماء الكل لازم تقليوه بالجداء اردوا بالكم تحركوه ما كانش راهو يولي فيه طعمة المرارة ولازم يتقليه بالجداء ما يقعدش نايه ما كانش راهي ما تجيكمش المدفونة بنينة المقطع هذه توسرعت فيه بش نختصر شوية في الفيديو لكن العملية واضحة لازم تقليوه السلق بالجداء هذه القلية لو لا حضرت بش نحيها نحطها في صحفة لازم تتحصلوا علي بالنتيجة هذية يحافظ على لونه الأخضر في نفس الوقت يكون مقلي مليح يولي عنك ما ورقة النعناع الشيحة كيف نحطحتوه بين يدينا يتحتحت توبش نخليكم مقطع في المباشر بش نسمعكم الحس متاعزيد كيفش يكون بش تزيدوا تاخذوا فكرة خاصة للناس اللي بش طيبها أول مرة على خطر من أهم المراحل اللي فيها هي القليان جزيلا بش طويل الحكوم تغطي pans اضافة قص نحيو الأقطاء ونقعد نحرك فيه بنفس الطريقة كي ينقص الحس متاع الزيت بالشكل هذيه تعرفوا للسلق تقليه بالقدان نحات منه كمية المالي فيه الكل نحيوه نحطوه في صحفة وباش نكمل نقلي الكمية الكل بنفس الطريقة ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المرحل كملت قليتك الكمية متاع السلق الكل تو من بعد نرجع نوريكم النتيجة اللي تحصلنا عليها تو في المرحلة الثانية باش نطيبوا السيق البقري السيق البقري اساس في الوصفة متاع المدفونة لازم تطيبوها بالسيق باش تجيكم الطعم متاحة بنين وتتحصلوا على مدفونة أصلية عندي لهنة ثلاثة قطاع لازمها تكون مشوشة ومخصولة مليح بشكل هذا إذا كان عندكم كمية أكبر متاع السيق يكون أحسن بالنسبة لي انا هذو ما هما ثلاثة قطاع اللي قعدوا لي لهنة مش بسهل نتحصلوا عليها ونتوموا على حسب اللي متوفر عندكم باش ناخذها كالسيق البقري نحطها في الماء من وقت اللي يغلي الماء نحسبه 20 دقيقة اتخرجها كالرغوة اللي فيها يتنحى منها كالطعمة القوية ونتعاد داوهم من بعد باش نبدأوا نطيبوا المدفونة متاعنا في الوقت اللي خلينا سيق الطيب باش نحضروا بقية المكونات عندي لهنة كمية متاع ثوم استعملت راس ونص متواسطين باش نحطهم في المهريس باش نزيد عليهم شوية ملح وباش نهرسهم ممليح تنجمو زيدة ترحيوهم الملح تردوا بالكم متحطوش كمية كبيرة على خاطر السلقرة وملح برشة كيمة السبناخ وكيمة الملوخية وردوا بالكم الملح تو نكمل نهرس كمية الثوم ونرجع باش نكملوا بقية المراحل كملتو هرس ثوم نخليه على جنب نتفقدو كالسيق البقري نحركوها شوية ككما شفتو خرجة الكشكوشة عندها تقريبا عشر دقايق ملحة تغلي نطيبوها مدة عشرين دقيقة وباش نتعديو نوريكم السلق كيفشت حصلنا عليه هذه هو السلق كيفش لازم نتحصل عليه يحافظ على لونه الأخضر ويكون مقلي مليح يولي عنا كما نعنيع الشيح دبما تنزلوا عليه بينكفوفيديكم يتحتحت الكله بالشكل هذية الطريقة التقليدية يهرسوا السلق في المهريس يتهرس بكل سهولة المهم تقليه بالكدير وإلا زادت رحيه في المكسير إذا كان متوفر عندكم بالنسبة لي اينا باش نرحيه وكما شفتوا حتى كيف تنزلوا عليه بينكفوفيديكم يتحتحت بكل سهولة هذية هي النتيجة كيفش لازم تتحصل عليه باش اجيكم مدفونة بنينة وطايبة في حقها السر الكل في قلينا السلق توا باش نبدأ نرحي كمية السلق اللي عندي نرحيوه من غير ما نزيدوه حتى شي إذا كان ما عندكم شرحاية ليكتريك هرسوه في المهريس يتهرس بكل سهولة على حسب اللي متوفر عندكم كما نرحينا كمية السلق الكل هذه هي نتيجة اللي لازم نتحصل عليها السلق لازم يحافظ على لونه الأخضر إذا كان لقيت لونه أكهل أرى السلق تحرق نخليوا الكمية متاع السلق على جنب نمشي ونصفيوا كالسيق البقري من الماء ونتعدي ونبدأ ونطيبوا المدفونة السيق راني طيبتها عشرين دقيقة أكهو باش نتكمل طيبها الكل في وسط المدفونة الماء هذي يتو باش نتخلصوا منو محاشتناش بيه أخريط المقفول اللي باش نطيب فيها المدفونة استعملوا معونا ثقيل ماء للساقش باش نصب فيه اترتين ماء سخون يغلي اثنين لتر من الماء الساخن نحطوا كمية باهية متاع ماء مي طيبنا الساق البقري من بعد مانيش باش نزيدوا الماء جملة سهلة طريقة تشوفوا باش نحطوا المكونات الكل مبعضهم في مرة ناخذوا تول قطع متاع الساق اللي اسمتنها شوية في الماء نحطوها في وسط المقفول باش نصبوا عليهم السلق اللي رحيناه الزيت مانيش باش نحط جملة السلق اذي فيه كمية كبيرة متاع زيت باش نكتفيه بالزيت اللي في السلق شوفوا لونو ما شاء الله قديش اخضر تاوى حطينا ثلاثة مكونات زوز يترات ماء سخون القطع متاع الساق البقري والسلق اللي حضرناه و باش نبدأوا نفوحوا باش ناخذوا التوثوم اللي هرسناه مع شوية ملح باش نحط منو زوز مغارة في مكاومين مغارة في صغار و باش نخلي شوية نحضروا بيه الحم المفروم اللي باش نعملوا بيه الكعابر باش نزيد مغارة في صغيرة هريسة عربي اذيه الاساس امتاحها فلفل شاية حوثوم باش نحط زوز مغارة في صغار مكاومين تابل وكروية اذيه تابل وكروية صافي محضرته وحدي والطريقة سبقه شركتها معاكم ما فيه حتى اضافات حتيت مغارة في صغيرة فلفل زينة حلوة باش نحركوا المكونات شوية و باش نغطيه على المقفول متاعنا نخليه المكونات اللي يطيبوا في راحتهم حتى لنا كالسيق الطيب زبدة و نرجعه من بعد باش نزيدوهم بقية المكونات في الول نحطه نارة قوية من وقت اللي تغلي المدفونة نقصه نار قليلة على الاخر نخليها الطيب على راحتها سلة سلة حتى لنا كالسيق البقري طيب زبدة عبارة باش نطيبه ملوخية و في الوقت ذاك باش نمشي ونحضروا الحم المفروم باش نعملو بيه لك عابر اخذيت لاني 400 جرام الحم المفروم بقري باش نزيد عليه كمية الثوم اللي خليناها تقريبا مغرفة صغيرة باش نحط عليه شوية ملح باش يجي طعم متاعه بنين المدفونة كيما شفتوا ما حطيناش فيها الملح كانك الكمية القليلة اللي هرسنا بها الثوم و ردوا بيلكم الملح راو السلق ملح برشا حطيت شوية تابل وكروية نصيف مغرفة صغيرة شوية فلفل زينة حلوة نصيف مغرفة صغيرة شوية هريسة عربي نصيف مغرفة صغيرة كركم شوية فلفل اكحل و باش ناخذ شوية نعنيع شيح نحطح توبيني دايا و باش نصب عليهم شوية زيت زيتونة و نعجنو الحم مليح و نبداون شكلك عبر الحم نبداون شكلك عبر الحم نعملو كعبر كبار شوية باش يبدأ شكلهم مزيين ما تعملوش كعبر صغار تاخذوا شوية الحم مفروم تخدموه بينكفو فيديكم بالطريقة هذية لتشكلوا معاكم كعبر بكل سهولة تو نكمل نشكلهم الكل و نرجعو باش نكملوا بقية المراحل مراحل 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 رجعنا طيبش نعود ونتفقدو المدفونة عندها ساعة ما اللي خليتها تغلي على النار طيبو على نار قليلة بشكل ذي خليوها الطيب في راحتها عاي كان نقصت شوية في كمية الماء لكن السيق ما زلت ما طابتش لازمها طابت زبدة رجعنا طيب للمدفونة متاعنا السيق البقري طابت زبدة المدفونة نقصت مليح في كمية الماء القوي ما متاحها ولا خاثر لازم نتحصلوا عليها بشكل ذي شوفوا السيق كيفاش طايفة زبدة اخذتلي بالضبط ساعتين وعشرة دقايق في عملية التاهي وانتو معينكم ميزينكم على حسب نوعية السيق اللي بشستعملوها في المرحلة هذية بش نسقطو كعبر الحم لكعبر كيف نسقطوهم ما نحركوهم الجملة بش يحافظوا على شكل متاحهم نحطوهم ونغطيو عليهم عشرة دقايق كما تعرفوا الحم المفروم في سع ميتيب ونرجعو بش نرميو اللوبيا بالنسبة لللوبيا اللي بش نستعملها اللوبيا طايبة سبقوا شاركت معاكم طريقتي في تحذير اللوبيا دي من حذرها من قبل ونحتفظ بها طايبة في الكونجيلاتير عبارة لوبيا حكوك وانتو معل حسب اللي متوفر عندكم اذا كان بش تستعملوا اللوبيا منفخة نية حطوها في نص الطيب واذا كان بش تستعملوا اللوبيا طايبة ترميوها في اللخر تهز غلوة عشر دقايق وتكون عنا حاضرة لهنيتو بعض مطابق عبر الحم بش نرميو اللوبيا ونغطيو عليها عشرة دقايق تتشرب البنة متاع المدفونة ونرجعو بش نكملو لها اللمسة الاخيرة هذه هي المدفونة متاعنا تقريبا حضرت لازم نتحصلوا عليها بشكل هادية تكون طايبة في حقها قار رزيتها والقهويم امتحها خاثر ما يلزم هاش تكون جيرية توى اخر حاجة بش نكمل لها شوية من نعنيع الشيح ونخليوها تهز غلوة دقيقة ونطفيو عليها النار ونشوفوها في سحن التقديم هذه هي المدفونة متاعنا تابطوا حضرت جي ما شاء الله نودكم ومن شهيكم جربوها بالطريقة هذية وبقدرة ربي ترحمولي لولدي من أبا ما تاكلوا الناس اللي ما تعرفوا هاش تنجموا تجربوا حتى شوية بش تذوقوا الطعم متاحة وتتعرفوا عليها اعملت معها خبز طابونا تونسي طيبتوا في الفور ما صورتوش في الفيديو هذية بش ما يكونش طويل لكن الوصفة سبق وشاركتها معاكم بالتفصيل في فيديو تو نخليكم الرابط متاعوا تحت العنوان وإلا تلقاوه في أول تعليق تو بش نتعدي ونوريكم كيفاش بش تكون عملية التعقيم إذا كانت حبوا تخبيوها بالأشهر اخريتك الكمية متاع المدفونة اللي قعدتلي قسمتها في دبيبز باللار الدبيبز لازم تغليهم في المي من قبل تنشفوهم ممليح بشكيكة تتأكدوا لهم معاقمين نفرغوا فيهم الكمية متاع المدفونة كل دبوزة تحطوا فيها شوية كعابر شوية مكسيق البقري شوية من كل شيء الدبيبز اللي نستعملوهم لازم يكونوا عندهم أختي حديد يسكروا مليح الدبيبزة دوما راني مشريتهمش بالذمة شريت فيهم كونفيتور مربع اخسلتهم واستعملتهم يأما تشريوا الدبيبز حاضرين وإلاك الدبيبز اللي تشريوا فيهم طماطم وإلا مربع وإلا أي نوع متاع أكليد نجموا تستعملوهم نسكروا توى الدبيبز مليح وبش نتعديوا العملية التعقيم حاولوا سكروهم بالقديم في المرحلة هذية أخذيت لهنية توى تنجرة بش نحط فيها منديلة قطعة قميش وألا منديلة وبش نحطوا دبيبز متاعنا وبين الدبوزة والدبوزة نحطوا شوية مك المنديلة ولا قطعة القميش بش الدبيبز كياغلي وما يضربوش في بعضهم طريقة هذية راكم سبقوا شفتوها معايا في الوصفة متاع الكراميل عملنا بها السردينة عملنا بها التن هذية هي طريقة التعقيم بش نصبوا عليهم توى كمية من الماء البارد ونحطوا كمية أقل شوية من قطعة متاع الحكة بش كيف يغلي الماء مايفيدش فوق الحكوك نشعلوا عليهم النار وبش نغطي عليهم بغطاء من وقت اللي يغلي الماء نقصوا نار قليلة ونخليهم يغليوا ساعة ونص بش كيك الدبيبز يتعقموا مليح ويصبروا بالأشهر مايصير لهم شي ارجعنا توى بعد ساعة ونص اذو ما هما الدبيبز متاعنا عقم منهم كمية الماء تقريبا تبخرت لكلها توى بش نخرجوهم الطنجرة بش ناخذ منديلة نحطوا عليها دبيبز مقلوبين نحطوهم على قفاهم بالشكل هذية بش يكملوا يخرجوا كمية الهويل اللي فيهم من بعد ما يبردوا 100% نعاودوا ونقلبوهم نخبيوهم في البلكار في الكوجينة يقعدوا صالحين بالأشهر مايصير لهم شي هذه هي طريقة التعقيم تعتمدوها في الأكلية الكل اي أكلة تحبوا تعقموها وتحتفظوا بها بالأشهر تتبعوا الطريقة هذية تحبوا تبعثوا ميكلة للخارج عندكم ووليدكم يقرأوا بعد عليكم هذه هي طريقة التعقيم سهلة ما فيها شي نهار تلي حاجتكم بش تاكلوا المدفونة تحلوا حقها كيف تحلوها لازم تسمعوا كالحس متعبك بش تعرفوا لانتو ما نجحتوا في عملية التعقيم تسخنوا منها كين الكمية اللي بش تاكلوها الكمية اللي تقعد في الدبوزة تحطوها في الثليجة تقعد نهارين وتليثة ما يصير لها شي ان شاء الله العملية كانت واضحة واذا كان فيما حاجة ما فهمتهيش اكتبوا لي في التعليق تاون جوابكم هذه هو الفيديو متاعنا لليوم ان شاء الله فيتكم وقدم لكم الإضافة وتجربوا المدفونة التونسية وتنجحوا فيها من أول مرة نتقابلوا ان شاء الله في وصفات أخرين وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافينا وآوينا فكما ما لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله رب يدوم علينا وعليكم النعمة نتقابلوا في وصفات أخرين ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته